السلام عليكم كنتمنى انه احوالكم تكون بخير وعلى خير وصفة على السريع الكريب حضرت الكريب وقلت لي ملا انني نصور معكم الطريقة ديالي اللي كان اعتمدها في الكريب رغم انه يمكن جميع يعرف يحضر الكريب وصفة كتجي خفيفة وبنينا انتقنوا المقادير وطريقة تحضير غنحتاج بيضة واحدة غنضيف لها قبصة من الملح عندي جوج معالق ديال السكر حبيبات وعندي ساشي من السكر المنسم بالفاني غننخلط هاد المقادير جيدا غنضوب سكر مع البيض عندي مئة ميلي لتر من الحليب غنضيف القليل من الحليب غنضوب البيض والسكر غنخلط جيدا حتى نحس بان السكر دابلي مع الحليب غنضيف مئة جرام من الدقيق غنستمر في الخلط غنستمر في الخلط هاد المرحلة جيدا حتى نتحصل على عجين كريمي متجانس واحد طارك البيض غنزيد في الخلط نضيف القليل من الحليب انستمر في الخلط ونحصل على عجين عاقد ضمية الأخيرة من الحليب وأنا نستمر أيضا في الخلط وأيضا ضفت ملعقتين كبيرتين من الزبدة ذائبة وملعقة كبيرة من الزيت ونستمر في الخلط هذه المرحلة أيضا أنخلط جيدا ضراب اليدوي من الزبدة بعد ما أكملت الخلط جيدا سأخليل الخليط ديالي ربع ساعة من بعد ما دست ربع ساعة يكون هذا هو الشكل الخليط يكون عاقد سأنتقل مباشرة نطيب الكريب ديالي سأنتقل المقلاب القليل من الزبدة ونوضع الكمية المناسبة كمية قليلة باش كي يجيو لكريب خفاف وطريقة وطريقة طريقة طيب ديال الكريب كنظن أنها واضحة على نار متوسطة ما نجهدوش النار وما نخليوهاش أيضا خافتة حتى نحسوه بأن الجناب بدأو كي يطلعوه كان قلبو الكريب ديالنا يتيب من الجهة الأخرى وكان استمر في الطهي بالكمية كاملة كما قد شوفوا معي في الفيديو نتيجة ديال الكريب ديالنا كي يجي خفيف والديد والأسهل ما يكون إن شاء الله الوصفات تعجبكم وهذا غايكون الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا وهذا واحدة زيين بسيط بشوكولاتة الدهن مع القليل من الجوز ويبقى زيين دائما اختياري إن شاء الله الوصفات تنال إعجابكم والموعد ديالنا دائما على القناة وفيديوات جديدة مبسطة وهذه كانت زيارة خفيفة ووصفة خفيفة إن شاء الله تنال إعجابكم وشكرا لكم على المشاهدة